عزيز يعقوب واحد من اللعيبة اللي ترددت أسمائها تقريباً تقريباً يعني في كل مواقع التواصل الاجتماعي وفي كل برامج الرياضية صفقة الأهلي اللي كانت محتملة دايبين لك ليه دايبين احنا في قناة الأهلي رغم انه يبقى عندنا التفاصيل من بدايتها ما بنعلنش عن الصفقة أو عن ضمام زي ما أعلننا كده عن خلد عبدالفتاح ومحمد دوي كريستو اللي ما بعد ما تتم العملية التفاوض والاتفاق على كل التفاصيل واجتياز الاقتبارات الطبية بشكل تام ومن بعدها نعلن لأنه وارد جداً في أي لحظة من لحظات التفاوض أو الاتفاق أنه يجد جديد أو أنه يحصل حاجة مفاجأة لأي طرف من الأطرافها بالتالي ما تتم مش الصفقة لكن خليني أقول لكم أنه رغم أنه في كلام كتير قوي على عقوبه في الثلاثة أو أربعة تيام الأخيرة وكتير منه والحقيقة مغلوط مش هرد عليه يعني ما يستهلش الرد لكن خليني أوضح لجمهور النادي الأهلي حاجة أو نقطة واحدة مهمة هو لعب جيد بكل المقاييس وأنا شخصياً حقيقة من أول ما سمعت الاسم وبدأت أتابع وأتفرج على الولد الحقيقة مهاجم إمكانياته كبيرة جداً جداً كنت أتمنى الحقيقة أنه ينضم لصفوف النادي الأهلي ولكن خد بالك من كلمة ولكن دي وحط تحتها ميت خط الرهان بيكون دايماً على إيه كلامك طبعاً كان عن إصابة حصلت له يمكن من أكتر من ثلاث سنين ورغم أنه الحقيقة الولد استمر بعد الإصابة دي وتقلق وأحرز عدد كبير من الأهداف وشارك بشكل مستمر يعني ما حصلوش حتى ابتعاد نتيجة إصابة مباراة واحدة يمكن لعبها كبديل لكن ما فيش مباراة غاب عنها مع فرقته وكان متقلق وأحرز عدد كبير جداً من الأهداف وصنع فرص كبيرة جداً كلام دي على مدار موسمين فاتوا طب السؤال هنا ليه الأهلي تخوف من فكرة التعاقد معاه وليه الموضوع تحول من فكرة التعاقد لفكرة الإعارة هنا في نقطة مهمة جداً لازم تاخدها في الأعتبار بما أنه اللعب سليم في ناس بتسأل بما أنه اللعب سليم وبيشارك ومتقلق وبيسجل وبيهدف ومتعرضش الإصابة من بعد العملية الجراحية اللي حصلت له من أكثر من تلت مواسم ليه الأهلي ما تمش التعاقد هنا بيخش في الأمور بعض الشيء رؤية لها علاقة بطبيعة المنافسة وطبيعة المشاركة وطبيعة عدد البطولات والكرة في البرتغال تختلف تماماً عن الكرة في مصر وأفريقيا والمستوى المنافسة اللي بيلعب فيه عقوبه في البرتغال يختلف تماماً على مستوى المنافسة وعلى مستوى الضغط العصب اللي هتعرض لي هنا طبيعة الأرضية اللي بيلعب فيها في البرتغال مختلفة تماماً عن معظم ملاعب الكرة في مصر بالأسف شديد جداً التي لم تتطور وبالمناسبة يعني ده واحد كان من الموضوعات اللي أنا طرحتها قبل كده وأتمنى أنه ومعنديش منعة ترحى مرة واثنين وثلاثة ده لي علاقة بتطور مستوى الكرة في مصر إحنا تقريباً تقريباً 80% من ملعبنا أرضياتها لا تصلح ولا ينطبق عليها معايير أو مواصفات الدولية لملعب كورت القدم باستثناء الله وهم يعني أستاذ القاهرة وأستاذ بورج العرب ويمكن أستاذ السويس الجديد مع عدد ذلك عندنا مشاكل كبيرة جداً حتى في الأستاذات الكبيرة لكن خلينا أرجع لموضوعنا مرة تانية عدد المباريات اللي هيخدها يعقوبه مع الأهلي تختلف عدد البطولات اللي هيشارك فيها وبالتالي عدد المباريات اللي هيخدها يعقوبه مع الأهلي تختلف تماماً عن عدد المباريات وبالتالي هنا ممكن يكون في علامة استفاهم هنا ممكن يكون في تخوف من تجدد الإصابة عشان كده لجأ الأهلي لفكرة الإعارة عشان يتطمن على قدرته وعلى عدم تجدد الإصابة وبالتالي إذا نجحت التجربة يبقى فيه تعاقد نهاية بس حبيت أوضح النقطة دي لحضراتكم لأنه في حالة جدل كبيرة جدا أثيرت هل ده معناه أنه مركاتو الشتوي اللي أهلي انتهى؟ لا أنا بقول لحضراتك سواء على المستوى المحلي أو المستوى الأجنبي يعني لعبين مصريين أو محليين يعني أو لعبين أجانب هينضموا الفريق النادي لأهلي لا أقول لك لسه المركاتو مفتوح وفي أسماء كتير جدا مرشحة بإذن الله لانضمام سريعا وهرجع لها لاحق لكن النقطة دي في غاية الأهمية والنقطة مرتبطة بأمين عمر وليس أمين عمر الاسم ولكن أمين عمر الحكم لأن القصة اللي حصلت مع أمين عمر على خلفية مطش الزمالك وأصال لا تمس أمين عمر فقط لغيره لكنها تمس هيبة التحكيم المصري وتمس كل الحكام المصريين وده اللي أنا قلت عليه في بداية الحلقة الوقع دي والموقف ده هو الاختبار الأول والحقيقي لمارك كلاتنبرغ والحقيقة إحنا في انتظار وفي لهفة عشان نشوف إزاي هتكون ردود الأفعال في التعامل مع وقت أمين عمر اللي تجاوزت أنا بتكلمش بس على حجم التجاوز اللي حصل في ملعب المباراة لكن بتكلم كمان على التجاوز والإهانة والخوط في يعني الشرف والعرض تعلق بحكم مصري إزاي هتتعامل مع لجنة الحكام ومن وراها ربطة الأندية ومن وراها اتحاد الكر ما حدث مع أمين عمر هو حالة إرهاب مكتملة الأركان وبالتالي إذا لم يتم الرد عليها ورد الاعتبار للتحكيم المصري أنا بأكد أنه رد اعتبار للتحكيم المصري وللحكام المصريين وليس فقط أمين عمر أعتقد ده بيكون إرساء لمبدأ الإرهاب كلنا هندفع ثمنه أتمنى إن شاء الله أن نحن نشوف رد فعل يتناسب مع حجم الاتهام اللي اتعرض لي أمين عمر مباراة الحقيقة هافصل معكم على الكرة وروح لمشهد رائع أذن رائع هُوْ ل´عَيَشْتَة